بمركز طبي الأصمرات وصلت القافلة الطبية تابعة لوزارة الداخلية أعمالها لليوم الثاني على التوالي ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت عنوان معا من أجل دعم المجتمعات الحضرية الجديدة الطباء القافلة قاموا بالكشف الطبي على المواطنين الذين ازدحموا في أروقة المركز بهدف إجراء الفحوصات اللاذمة في ظل كشف وأدوية بالمجان نستكمل الأعمال التي بدأناها مبارح بالتخصصات المختلفة الموجودة بعدد تقريبا 14 طبيب في التخصصات المختلفة بالإضافة للمعامل والأسنان والفحوص الكاملة بالإضافة أننا ندي العلاج كامل كأدوية للمترددين من المواطنين في حي الأصمرات ثلاثة طوابق بهذا المبنى خصصة لاستخراج البطاقات للمواطنين نظرا للزحام واحد لتسليم الاستمارات مجانا أو بمبلغ رمزي والثاني لإجراءات استخراج البطاقات من مراجعة الاستمارات إلى تصوير طالب البطاقات ومن ثم الأخير لتسليم البطاقات التي تم الانتهاء منها في اليوم الأول حيث تستغرق العملية يومين فقط للتيسير على المواطنين اللي خلص مبارا حضرتك استلم بطاعته النهاردة قدنا النهاردة ساعة تمانية وقعدك شاف الإقبال في تأسيلات بتقدمك طاعة الأحوال المدنية من خلال الاستمارة في استمارة مستعجلة اللي هي 105 بيمبيعها من خلال المجلس القومي للأمومة ب35 جنيه بيمتطلعها بعدها في خلال 24 ساعة بتبقى البطاعة خلصانة ومستلمها المواطن في خلال 24 ساعة احنا طبعا يسرنا لهم الأماكن الموجودة زي حضرك المركز التكنولوجي الموجود تم استخراج البطاق الرقم القومي من خلاله وتم استخراج جوازات السفر عندنا يقل فيه شوالتشبيه ويسرنا لهم المكان اللي يتعامل فيه التشبيه والتشبيه المركز الطبي بجميع الأطباء 27 طبيب اللي جلنا عشان يعملهم مبادرة صحية ووفرنا لهم المكان وطبعا كانت مفاجأة للجميع أن العاملة كده وزارة الداخلية التعاون مع الناس احنا طول ما مرنا الشعب المصري بيهاب الداخلية النهاردة بقول لهم لا احنا انتو اخواتنا وقريبين لكم وفي أي وقت وفي أي مكان احنا تحت عمركم اتمنى ان كل مكان زي كده يبقى في تطوير زي كده واتمنى ان انتم متسبونا يا شو يبقى على طول مبادرات منكم كده واهتمام لان بالاهتمام ده بيخلي البنق ده بتولدوا فينا الأمل بتولد الأمل احنا بنشوف حتى الأطفال فيها في وشاء الأمل في أطفالنا في ستاتنا احنا بقينا تعال بص حضرتك من سنة ونصر كنا جايين المكان ده عاملين ايه تعال بص النهاردة فدي حاجة جميلة تحية مصري بك وانتو طبعا على مدى يومين استمرت القوافل الطبية والخدمية التي نظمتها وزارة الداخلية بحي الأسمرات في إطار مبادرة معا لدعم المجتمعات الحضارية الجديدة مبادرة ستنطلق إلى أحياء أخرى مستقبلا باعتبار الدور المجتمعي للشرطة ضمن ركائز العمل الشراطي